ترنيم وعود ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحوق ترنيم شديدي أرنم للرد وأغني لسيدي لحني وأنشيدي أرنم لإلهي لدومت موجود ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود ترنيم وعود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح معكم برحب فيكم بحلقة جديدة من ترنيم وعود واليوم حلقتنا رح أجاوب فيها على أسئلين سألتها كتير عن حياتي ناس كتير بتسألني عن اختباري مع المسيح ومعرفتي له كيف أنا ابتديت المشوار مع أنه اختباري جدا بسيط وعلى قدي يمكن لحد بيسمعني اختبارات أعظم بكتير العظماء في الإيمان لكن رح أشاركه معاكم عشان أعطي المجد لصاحب المجد اللي فعلا هالاختبار البسيط قد يبدو بسيط لحد عم يسمعه لكن في حياتي عمل فرق كبير أنا اسمي ناصر موسى جعنيني وأصل عيلتي من مدينة اسماعين كارم بفلسطين قريب على القدس من قضاء القدس فبالـ 48 لما صارت الهجرة الأولى أهلي هاجروا على الأردن فبعض إخواني ولدوا في فلسطين وأنا من الناس اللي ولدوا في الأردن كله ترتيب الرب أنا بشكره عليه كانت حياتنا في الأردن يمكن صعبة بعض الشيء بالأول لحد ما أهلي يتركزوا لكن أنا كنت أصغر واحد في العيلة فلما أجي علي دور المدرسة والتعليم كان أسهل إلي شوي بالنسبة لإخواني التانين كملت تعليمي بالأردن لغاية آخر سنة ثانوية جيت على أمريكا والرب سمح أني أكمل تعليمي هون أدرس موسيقى درست موسيقى درست توزيع وتأليف موسيقى غربية وطبعا في هالمجال درست جيتار وبيانو أكتر شيء لكن آلة العود اللي لساتها مرافقتني لحدها لو معظم تأليفي وتلحيني عليها عمري ما درستها وكأن الرب هو اللي سقل الموهبة وساعدني فيها طبعا موهبتي محدودة على قدي أنا لسا شايف أنه أنا قدامي كتير أتعلم وشايف في ناس كتير بنبهر في عزفهم صدقوني لما بشوف حدا بيعزف عود حلو بصلي بشكر الله على النعمة اللي أعطاها إله لأنه هاي نعمة للكل فيا رب بزيد فيي الغير المقدسة إني أنا فعلا بغار من أي حد بعمل إشي حلو بس بغار إنه يا رب أعطيني أعمل زيه أعطيني أشابه عشان عشان في النهاية كلنا نمجدك ونخدمك فهاي قصتي مع أهلة العود إني ما تعلمتش ما كانش عندي أسادسي في الأول العود علمت نفسي بنفسي ابتديت سماعي وبتديت تعرفوا أكيد أعزف غلطي كتير لحد ما سقلت الموهبة وتعلمت الشيء اللي بنسأل علي وحاب أحكيه إنه أنا من لما ولدت وعندي ضعف نظر أشكر الرب عليه هي طبعا هي نوع من التحدي أو فيه ناس بتسمي هي إعاقة أنا برفض كلمة إعاقة هي تحدي حبيت أشارككم فيها لأنه لو عندك تحدي اليوم وعم تسمعني وعم تشوفني التحدي الي عندك ربنا عارف فيه وعارف بتفاصيله وعارف بنتائجه لو أنت صبرت فيه وتحملت طبعا الأوضاع بتختلف أنا يمكن وضعي أسهل من كتير ناس بس صدقني مهما اختلفت أوضاعك ومهما صعبت حالتك أنا بثق بأنه الرب قادر يميد إيده بشفاء شفاء نفسي أولا وشفاء جسدي لو هو أراد لكن هو مية بالمية بيشفي لكن في طريقته الخاصة فتشجع تشجع معي اليوم أنا ما ابتديتش متشجع بالرب أنا ابتديت بضعف كنت دايما أتضمر من حالتي وعندي نوع من اللوم على الرب ليش أنا بالذات يعني أشكر الله الآن أنه أنا من إخواني وإخواتي أنه أنا الوحيد اللي عندي كمية الضعف الكبيرة بالنظر لكن التضمر كان أنه يا رب ليش يعني كأنه كأنه ربنا اختارني لأتعذب في مشواري مع الرب وأنا ماشي معه أنا ماشي معه بتذكر شيء واحد والدي كانت تقول لي دايما لما تواجهك صعوبة قول يا يسوع تعيني يا يسوع تعيني أنا كنت أقول يا يسوع تعيني أقول وألاحظ أنه الأمور بتنحل والصعب بيسهل ما بعرف كيف لأني أنا ورثت المسيحية الإسمية عند أهلي أنا ولدت في بيت مسيحي فأنا مسيحي بالاسم كنت بحضر كنايس أنا كنت بحضر أدسات بحضر في كنيسة روم أرتودوكس وبحضر في كنيسة كاتوليك لاتين فبقيت حياتي لحد ما جيت على أميركا بحضر أدسات وبتابع وعندي خوف من الله وعندي زي ما تعلمت في بيتي عندي قيم إنه لو عملتها سأغضب الله فكنت أحاول أمشي أحاول أرضي والنتيجة لهيك الرب بعث لي مقطوعة موسيقية بكلام معرفتش إنها ترنيمة بوقتها وأنا في المراحل الثانوية ترنيمة يا رب خليني أشوف الناس بعيونك تعالوا نسمع بداية الترنيمة مع بعض ترنيمة وعود موسيقى يا رب يا رب خليني أشوف الناس بعيونك وخليني أحاكي الناس بالسانك خليني أحب الناس مش ترنيمة وهي مش أغنية قادر أشارك فيها بنشاطات المدرسية هي صلاة لغاية معرفة الرب وبيان لأنه هاي اسمها ترنيمة فالترنيمة هي أنت بتشارك مشاعر في قلبك بتشاركها مع غيرك عشان تبني أخوك الإنسان طبعا الرب بيكون الأساس في الموضوع بيكون هو سنتر في الإشي اللي عم بيصير وهو اللي بيبنيك وبيبني أخوك أو أختك اللي عم تسمعك أشكر الرب كمل معي وطول باله علي لغاية ما كملت دراسة جامعية وابتديت لحد الآن بأعلم عود وبشتغل في الموسيقى لغاية ما دخلت بفريق الشموع فريق الشموع مجموعة مرنمين من كاليفورنيا هم بوجه لهم تحية أول لقاء لهم كان من دون ما أذكر أسمائهم لأنه هم عارفين غلوتهم على قلبي كلهم لكن محبتهم للمسيح ومحبتهم لبعض هي اللي جذبتني لموضوع اسمه ترنيم أنا ما بعرف شو الترنيم وابتديت أسأل للرب يعطيني ترنيم والرب بعطلي ترنيم وبنفس الفترة كأنه الله كان عم بيحاصرني من عدة زوايا سنة 2004 سمح الرب وباركني بإني اشتركت في موسيقى فيلم ألام المسيح The Passion of the Christ اللي بروديوسر ميل جيبسون والكاتب الموسيقى اللي حط اسمه على الاسكور اسمه جون دابني أنا رحت لأنه يعني كانوا حابيني يضيفوا صوت عربي أو صوت من الميدل إيست أو من منطقتنا العربية للفيلم لأنه طبعا وقاعه وأحداثه كلها في منطقة الشرق الشرقنا العربي وفلسطين بالذات فربعت لي أفكار وأضفت بعض التيمات اللي استعملت في الموفي يمكن لو أنت شفت الفيلم حتت يعني حتتعذب وأنت بدور على تسمع العود فين العود اختلت في الوركستريشن لكن اسمي مذكور أعطوني كريدت على العود لأنه أخدوا التيمات اللي أنا استعملتها ما أعطوني الكريدت أو الرصيد كمؤلف موسيقي لأنه وأنا كنت مؤلف لازم يكون إلي إرادات من الفيلم فشيء متبع ومتفق عليه في منطقة هاليوود أنه بيخلك توقع على ورقها أنه أنت ملكش الحق الطالب في أي شيء وأنت عازف مش مؤلف أشكر الرب لأنه هالموفي من خلالها فتحت عناي على إشياء كتير الناس بتشوف الموفي وكل الناس بتقول لا 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 مش معقول مش معقول أنه شخص يتحمل كل هالعزاب مش معقول كل هالتعزيب مش معقول الشوك الجلد الضرب الصليب المسامير وأنا بسمع والأشياء هاي أنا تعودت عليها إحنا من صغرنا منشوف المسيح مصلوب ومعقول مصلوب من أجل خطيانا منقول هالشيء وعايشينه منقوله لكن خلاني أفكر شوي أنه يا ترى إحنا المستغربين من الألم ومن الوجع ومن الصلب هل في حد استغرب أنه اللي عمل هالشيء ملك الملوك ورب الأرباب والعذاب النفسي اللي كان معه كإنسان حامل خطيانا أكتر بكتير بأضعاف من العذاب اللي إحنا شايفينه الجسدي اللي يصعب على الشخص اللي بيشوف يصدق هالشيء فتح عيوني على أنه الرب عمل كل شيء عشاني طب ليش يا رب أنت شو شفت فيه هالسؤال خلاني أبحث وأدور في إنسانيتي بالأول وفي ضعفي أنا كإنسان وأنا عارف وضعي اللي تكلمت عليه قبل أنا بالذات المسيحي نصلب عشاني طب ليش طب أنا شو الإيميل اللي شافها فيه وأنا عارف نفسي أنا مخلوق وأنا تراب لكن الجواب كان لما سألته أنه الإيميل اللي فيي هي محبته اللي أعطتني هاي الإيميل والرب عدتني ترنيمت أنا مين وإنت مين وشو هالإيميل اللي فينا رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا تعالوا نسمعها مع بعض أنا مين وإنت مين شو هالإيميل اللي فينا رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا شكرا لك يا فادينا مجدا 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 لك يا فادينا أمين لكل المجد لكل المجد وابتديت وابتديت مشواري مع الرب باحث وسائل نفسي أنا شو عملت اتجاه الخلاص اللي عمل لي والرب شوي شوي فتح عيني على أنه أنا مسيحي بالولادة فأنا مسيحي اسمي ويمكن بتسجل بجواز السفر اللي كان معي أو بالهوية أنه أنا الديانة مسيحي فعرفت أنه المسيحية مش ديانة أصلا لكن هي لقب يطلق على معتقد أو إشي الناس بتتبعه لكن المسيحية أكتر من دياني وأعمق من دياني المسيحية هي أني أعيش مشابه صورة المسيح ربي إلهي مخلص له كل المجد اللي تأنس أخذ صورة إنسان وهو كلمة الله وبتسمع المسيحية بقوله ابن الله هو ابن الله مش ما بنعرف أنه الله حاشى أن يكون تزوج وأنجب ابن هو كلمة الله المتجسدة التي صارت إنسان اللي نزل وحمل عنا خطيانا واحتمل موت الصليب وموت العار لكن ما بعث الصليب في قيامه وهالقيام المجيدة أنت وأنت مدعو أن تكون شريك فيها مع يسوع لو أنك مسيحي بعيد اسمي أو غير مسيحي من خلفية أخرى وبتسمعني لأول مرة صلي وأطلب الرب قوله يا رب أنا محتار في حياتي فين الله الحقيقي اللي أعبده من فضلك بصلي في اسم يسوع المسيح وصلي معي هذا الصلاة يا رب أنا جايلك واثق إنك أنت قادر تكشف عن عيوني وتعطيني بصيرة قبل البصر إني أشوف نورك وأختبرك في حياتي أسلمك كل أمور يا رب وأعيش هدفي إني أرضيك وعيش هدفي إني أمجد اسمك من أجل الخلاص المجاني اللي أعطيتني على عود الصليب يا رب أنا عارفك قادر تساعدني لو سمعتني خد بإيدي اليوم يا سيد من فضلك وارجيني طريق الخلاص في المسيح يسوع أمين وبترككم في رعاية هذا الإله العظيم لحد ما نلتقي في المرة الجاي واشوفكم سلام المسيح يكون معاكم ترنيم وعود